التمساح عنده طبيب أسنان انت تكلم قد غريب أدري لكن تراها حقيقة وطبيبه هو الطار الزغزاق وعلى كلام الدكتور ماجد بن عمر انه في علاقة بين التماسيح والطيور مثل الزغزاق حيث ان الزغزاق يأكل بقايا الأكل اللي بين أسنان التمساح وينظفهم وما يخاف ان التمساح يسكر عليه ويأكله لانه عنده شوكة على أجنحته فالتمساح يخاف يسكر أسنانه لانه بيتألمه بقوة وعشان شي